سؤال بيقول السوتي بله مشو زبط سؤال عن سر المعترف بيقول هو مفيد المعترفي بيقول سر المعترف سيرو الاعتراف اول كده احسن شكرا مفروض يكون بفريكونسي تتفل فيها مع بوك الروح يعني يفضل في الشباب في الفترة اللي فيها تحديات وتغييرات كتير يبقى كل شهر مع الكبار ممكن كل شهرين كل تلاتة لكن لما تكون متضايق روح لقب اعترافك اللي ده مش لازم في المعادة ثابت اي لما تكون مقع في حاجة وحشة طبعا متعجلش لكن قبل يصير للاعتراف فيه توبة نفسها التوبة دي في السمع دي مش محتاجة بولا في الامر النقطة اللي المفروض الواحد يقوله منعني التطوير الواحد يشكي نفسه في الخطايا اللي مضيان في واحد ممكن يخده عن طريق الحراس يقول اللي ثاني بلخبت في كذا وكذا واني بتلخبت كذا افكاري بتلخبت في الحتة الفنينية قسدي ضعيف ومتراخي كسلان فيبقى ممكن ياخد كل حتة من نفسه كده يشكيه في واحد يشكي نفسه على مستوى العلاقات يقول يعني فيه ناس مش بحبه من كفاية مؤثر مع الولادي مؤثر في شغله في واحد يخده من زاية الوصية يعني يراجع وصايا اليسيح ويعترف على هذا الاساس لا تدون لأباعة بالإدانة لا تكذبوا باعة في الكذب فيبقى من يمطلق الوصية بيعرفية لعب الاعتراف بتاعه هل مفروض اكتب في ورقة لايكو عاو يا فازل ما سمحت وقت لايكو من فضلك تكتب في ورقة دي حاجة تخصك يعني لو حابب تكتب اكتب إنما في واحد بيبقى عاوز يقول من يوم ما اكتب فمن عداش نقول لازم تكتب دي حاجة ترسل من يوم هل ممكن الاعتراف على كهل مش موجود في الولادي ممكن إذا كنت تقدر تروح له بشكل منتظم عشان ما داش بعيد قاوت ومتكسل وموجوده يهرب لنك خالص موجوده التليفون مقبول في رأيه لكن مش مستحب ليه في بعض الناس مش بتقدر قاوت تحس بالراحة انه اعترف لأبوه في التليفون وبيبقى عاوز حمي شخصي وبيبقى عاوز يشوفه فاستو فاستو فاست لانه ما نعاوز المعترف فالكلاس اللي ابطيه انه فيه بلعه لا لا وانه 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 وتكامل مع أبوه الفو باصري يعني ومسارفة ترتاح بسهولةالكالرى الموجود برضو لا يلاهو أحسن من بلاش هل لازم يبين يسأل لا مش لازم لو واحد عارف مشكلته مش لازم يبين يفضل يسأله وعملت كذا عملت كذا مش دريري خلاص هو يعرف عند حرة ووجد نظر الكنيسة في تعليم الأدفال أبط ومترك الإعتمام بالكتابة من القدس بسه كان يبدو أن تفعله هذا وما تتركه تلك يعني الأبط حلو طبعا عشان يربطها مغس له الأبط لكن الألم طبعا كان يتربن فمش حاجة دليل أن واحد يكون عارف أبط كتير ومش عارفه ومش عارفه كذا يطلع أكتبس ومش مسيح فطبعا درج تفكير سعيد الإجابة هو مرجعنا الأساسي هو أساس خلاصنا سؤال بيقول إزاي سنة تبقى أولوية مع زحمة اليوم وشغل البيت سنة في أول اليوم وفي آخر اليوم وبعدين يزع السنة على كل اليوم يعني إيه؟ أول ما تسح سنة سنة عشر دقائق أولوية ساعة نصي ساعة تبع طاقتك ووقتك وقلونك بالنال ما تختنش اليوم غير لما توقف مع ربنا طول اليوم بتكلم ربنا بقى في العربية بتكلمه في الشغلة بتكلمه في الشارع بتكلمه أي مشكلة بتقبلك بتكلمه في الموضوع يعني مش هيقف بس على أول بيقول أخ وبعد شوية تلاقي نفسك بتكلم ربنا بالغيب وتفكر لأنه تبقى تعودت إن ربنا ما هو عقلك الرب يقوله هو ربنا بيعوز نتعلم صبر وأنا لسه مش عارف نتعلم السابق عماما الصلاة ملهاش معاد واحد الصلاة دي في كل وقت وبأي طريقة يعني واحد ساعات يصحة متأخر يقول يصحة صلي باكر صلي حبيبي ما حسالش حاجة مش ما عندناش الحرف في موضوع إن باكر ستة الصبح والتالتة تسعة الصبح بقى ديك بتصلي كله حلو حتى لو جمعتهم على ساعة واحدة برضو مفاش حاجة بعد الناس بتقول إنه حصل لها اختطافهم عهر سالة من المسيح بلاش تمشوا وراء الناس دي معلش مع احترامي مش كل واحد يقول جالي رؤية والمسيح بيقول لكم نمشي وراء عندنا سفر الرؤية ما بنمشيش وراء فيعني أرجوكو بلاش الهوس ده لأنه ده أغلبه بيبلب للناس بدون فايد ولا اللي يقول لك القديس الفلاني جالي وقال لي أنت عندك ومعندكش كل دول مع احترامي مش دي طريقة ربنا مع أولاده ومش دي منهج كنيستنا خالص ده يضل للناس مش يريح وفي ناس بسيطة بتتعلق بأشاية فيجري وراء الحاجات دي على حساب سمع صوت الله في الإنجيل وفي الكنيسة وفي التوبة ما هو التجديف على الروح القدس التجديف على الروح القدس الخطيئة اللي قال عنها المسيح لا غفران لها شرحوها الأباء من زاوية أن واحد رافض عمل الروح القدس لغاية نهاية عمره الروح القدس دوره الأساسي خليك تؤمن ويخليك تتوب فلو أنت معدت للروح القدس مش عاوز تؤمن أو مش عاوز تتوب يبقى ما فيش غفران يعني الروح القدس بيخبط عن الناس كلها عشان يقول لهم المسيح ربنا لو هم رفضينه لغاية نهاية العمر يبقى تجديف عن الروح القدس والروح القدس ممكن يخبط على باب واحد مسيح يقول له توب ويقدر لآخر العمر يرافضوا التوبة يبقى بردوس مجدف عن الروح القدس لكن التجديف عن الروح القدس مش واحد مرة غلط وشتم ربنا لا ما دي كده بولس كان نفسه مجدف لا كل الخطايا تخفر لباني البشر لكن التجديف عن الروح القدس معناه العمر خلص وانت لسه رافض ربنا تماما ورافض الرجوع لي مش عاوز أأنسى وسامح بصوا جماعة جهات في التسامح جهات حلوة عند ربنا مهما الشخص أخطأ في حقك افتكر ان ربنا مسامحك في كتير وإن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم والسماوي زلتكم فكل ما تقف في موقف صعب مع شخص تعبك قوي صلي وقول له رب ديني قود غفران زي ما سمحتني على كل اللي عملته فيك ساعدني سامح وما تركزش على الشخص اللي غلط فيك قوي ربنا سامح لي بالأذية ربنا سامح لي بالتعب ده ربنا شايف ان ده اللي هيوصلني السماء لما تركز ان ربنا لو حكمته في انك تتعب في حاجة هتستحمل الضغط اللي جايي لك من الشخص وتقول هو جلبان ده الشطان ضحك عليه هو بني آدم في الآخر تعامل مع الأطفال أهم ما فيه الصبر والبشاشة والصداقة كل دي حاجات فيه أكتر من سؤال عن الجواز ها المحاضرة اللي جاي عن الجواز ربنا يصدر طيب ممكن عشان من الوقت برضو ايه عمال يقصر ناخد درس كتاب